كابتن أحمد ما يزعيش وبيدنا طيب كابتن أحمد الفترة دي وانت موجود مع أمي وانت واحد من كباتين وانت واحد من الأسماء الكبيرة في أمبي انت أمورك ماشي مع أمي مكمل المشوار مع أمبي ولا المشوار واقف لحد هنا بص أنا كان عندي نقطة خلاف كده في عقدي إن أنا آخر وإخلاص السنة دي ولا السنة الجاية فمشكورا طبعا معنا يعني معنا الرئيس نادي جدع يعني بعيدا عن الكورة هو راجب جدع وصاحب يعني لو في مشكلة تكلمه في التليفون كده وكابتن أحمد إسماعيل طبعا تكلمتهم وقالولي يا أحمد أنت عقدك زي ما اتفقت عليه آخر سنة السنة دي وكي ما فيش مشكلة خاصة بس حابين أن أنت تكمل معنا وتجدد معنا حلو جدا فطبعا بيتي ومكاني وأهلي وأنا بحب نادي أمبي جدا أنا بس عايز أفهم يعني عشان بس أنا مش هاز أقطعك بس عايز أفهم هو يعني عادي هيخلص السنة دي ولا السنة الجاية يعني هو مش عقد واضح بتواليه هو العقد المفروض أن أنت لما بتمدي عليه بتتفق كم سنة فأنا كنت متفق أنه أربع سنين من ساعة ما جيت من بترجيت أربع سنين فهم وصقوا كمس سنين فهي دي كانت نقطة الخلاف وأنا بجيب عقدي من الاتحاد أنا عامل حسابي أن دي خلاص آخر سنة هم قالوا لأ أنت لسه عقدك فاضل في سنة أو أنا لقيت في سنة فاتفقت معهم أكدت عليهم أنا ماضي كده قالوا لي طبعاً إحنا ما بنتحكش على حد آه كان فيها حسن نواية آه خالص لا 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 الموضوع كان هو سوق فهمي يعني وإنت بتقول لي أنه أين بيتفهم الموضوع خالص يعني بكل سهولة يا كابتن أنا كذا 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 قال لي خلاص يا أحمد أنت ابننا عمرنا ما نقول لك لأ يعني على حق بس إحنا محتاجين يعني إحنا عايزينك إنت موجود في المكان وإنت من كبات الفرقة وعنصر مهم والسنة الجاية هنبني عليك وده برضو كان بدعم من كابتن تامر طبعاً فقلت لهم خلاص ما عنديش مشكلة وإن شاء الله يعني نتفق على الرقم وعلى التفاصيل العقد وعلى كل حاجة الجديدة وإن شاء الله بموجود في مكاني أنا طبعاً مرتاح في نادي أمبي حتى يعني أماكن تانية كلمتني كتير كنت لسأ أقول لك في النص بقى وإنت ما بتحاوتش تقول مثلا أعمل أموري في أنديها تانية عشان لو ما اتفقتش مع أمبي الله كريم فعز ما أنا كنت ماشي كويس قوي مع الفرقة جيت في مواطش النجوم اللي هو في الكاس خرجت بين الشطين أنا فعلاً اليومين دول ما كنتش بنام من كتر التفكير ده بيكلمني وده بيكلمني وده بيقول لي هنبديك وإنت عارف الأرقام دلوقتي بقيت عاملة إزاي والعقود وده عايزني أروح أقعد معاه قبل ما السنة تخلص وإنت عارف مجال الكرة صغير جداً لو رحت أعدت مع كريم مضيت له أو اتكلمت معاه أو اتفقت معاه مدربي هيعرف الإدارة بتاعتي هيعطيها عرف فأنا أصلاً مش عايز أعمل خلاف بنا لأن احنا الناس بمنتهى الشياء كانت عاملت معايا في موضوع السنة ده فأنا مش عايز أعمل نقطة خلاف بنا خالص فقفلت كل ده طبعاً رديت على الناس وكلمتهم ما ينفعش طبعاً أقفل أي خير جايلي ورديت عليهم وقلت لهم أنا يعني إن شاء الله فكر في الموضوع بس لما السنة تخلص عشان خاطر ما يحصلش مشاكل مش كتير لأي أبقى بتعمل كده بصراحة أنا عملت كده عشان خاطر أنا نادي أمبي يعني خيره عليا من وانا صغير أنا بلعف نادي أمبي من وانا عندي 12 سنة فبقى لي كتير جداً في نادي أمبي فبصراحة خيره عليا يعني فأنا فكرت بعقلي قبل مجري وراء بقى الفلوس والكلام ده انت عارف الأرقام دلوقتي بقى فيه فرق شاسع مع كامل الاحترام طبعاً أمبي من أندية اللي بتدفع برضه فلوس معقولة بس بالمقارنة بقى أندية كتير جنبك بزبط ممكن تقول مثلا تخذي نجنيه فينة 4 أو 3 آه يعني أكتر من الدعف فعلا فإن شاء الله نتفي وإن شاء الله نقعد وأنا يعني يعني رقم واحد أولويتي بيتي وإن شاء الله يعني أكمل معهم بقية حياتي حتى بعد مخلص كورة إن شاء الله